ثم سأل عن الإيمان بالله تسأل بعض الناس هل أنت مؤمن؟ يقول نعم ما هو الإيمان؟ يقول لا أدري هل أنت ملح السنة؟ يقول نعم ما هو الإيمان عند أهل السنة؟ الإيمان عند أهل السنة في تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة نسأل الله يجعل نواكم منهم لابد في التعريف من أمور خمسة قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل القلب وعمل الجوارح يزيد بالطاع وينقص بالمعصي لابد من خمسة أشياء قول عمل اعتقاد يزيد وينقص يقول بلسانه يقول كل ما جاءت به الشريعة لكن لا يعتقد بقلبه هل هذا مؤمن؟ من يعرف يقول كل ما جاءت به الشريعة يقول به لكن لا يعتقد بقلبه هل هذا مؤمن؟ ما هو منافق نفاق أكبر اعتقادي في الدرك الأسفل من النار طيب السؤال الثاني يعتقد بقلبه يعتقد كل ما جاءت به الشريعة لكن لا يقول بلسانه هل هذا مؤمن؟ من يعرف فاسق ضعيف الإيمان منزلة بل منزلتين كأئمة الكفر على هذا فرعون على هذا إبليس على هذا أبو جهل على هذا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم صحيح يعتقد بقلبه من الذي يمنع أن يقول بلسانه وهو قادر على الكلام وقلنا لابد في الإيمان من قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ترجمة نانسي قنقر